السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهنا مرحبا بالجميل طبعا الأخوان هو يسألوني عن الإيموجي الجديد وين وياه من عدهم هو الجديد فبهذا المقطع إن شاء الله رح أحاول أراويكم معظم أو بعض الإيموجيات هذه الجديدة وقبل ما نبدي طبعا لا تنسون أن تسووا اللايك للمقطع طبعا رح أكتب اسم الإيموجي بالبحث حتى يسهل علينا ويطلع بسرعة نصيحة البحث ابحث بالإنجليزي اكتب الاسم الإيموجي لما انت كتبه بالعربي ما رح يطلع عندك مو دائما وياكل الإيموجي فرح نبدي بها طبعا رح أطبع على تطبيق الرسائل وباعتبار أنه ده عادز رسالة النفسي لأن رح تبين بحجم الإيموجي يكون حجمة أكبر حتى يبينها تكم فرح نبدي أول شيء عندنا مثلا أكو أوجه اللي هو واحد منهم اسمه سمايلينج فيس ويث تير هذا هو الوجه الجديد مثل ما ده تشوف وهذا واحد من الأوجه طبعا بالنسبة للأسماء اللي تدخون بيها بالوصف رح أخلي لكم كل أسماء الإيموجي الجديد لأن قلت لكم يمكن ما رح أقدر أشرح عن الكل فرح تلقوها كلها جوة وأنتو تشوفون اللي يعجبكم من عندهم طبعا عندنا أكو وجه ثاني بالنسبة للأوجوه هي وجهيا أعتقد هذا هو الوجه الثاني اللي اسمه هذا بالنسبة للوجوه طبعا بالنسبة للناس فعدنا أكو إيموجي جديد بالناس فعدنا أكو النينجا مجرد تكتب نينجا هايطلع عندك هذا هو النينجا هاي ايموجي جديد وبعد عدنا اه تكتب بيرسون ان توكسيدور طبعا قبل ما تكملها راح تطلع عندك اللي هي هذي الايموجي الاتلاثة واكوا عدنا همينا اه بيرسون وذ فيل اللي هي راح تطلع عندنا هذي الايموجي بدلة او هي تشي ماعرف شنو اللي تسموها عدنا بعد بيرسون فيدينج بايبي اللي هو يعني شخص يرضع طفل وهي هاي الاوجوه خلهم سحها دنيا عم دي بينا نعتكم مثل ما دي نشوفها هاي هي الوجوه او الايموجي واكوا عدنا همينا بس تكتب ام اكس راح تطلع لك هذي اللي هي اه شون بابا نو ايل ماعرف ش يسموها ما مانو ايل او ماعرف شنو يمكن بعد الاسم واكوا عدنا اه بيبول هاقينج هذا هو بيبول هاقينج يعني اشخاص اثنيا اه متعانقين يعني وعدنا اكو اه ثلاثة ايموجي جدد باجزاء الجسم اللي هي عدنا البنس فينجر اللي هو هاذا يعني شون يقول بسيطة او هاي شاشي وهذا اللاخ يعني هاذا اللي نفس الاسم رح يطلعن عندك واكوا عدنا هذا اللي هو الاناتوميكال هارت يمكن اعتقد اللي هو شون يعني اه هذا الطبي او هاي شاشي طبعا هاذا القلب يعني شون اللي يشوفها بالمستشفى وغيرها الصور بهذا الشكل وعدنا اللي هي الرئتين هاذي الرئتين بتكتب طبعا لونكس تطلع عندك الرئتين طبعا اذا بعض اللفظ مو صحيح فاعذروني واكوا عدنا بالحيوانات هو اضافة يعني مثل عدنا اه بلاك كات قطة سوداء رح تطلع عندك هاي شكلها حلو اشوفها واكوا عندك اللي هو البيسون ما عرفش يسموا هاذا الحيوان نشوفها بالناشينال جيغرافك دانا وعندك الماموث هذا هو الماموث الفيل اللي عنده قرون طبعا بعدها اني اضطيكم الاسم وتو تشوفوا يعني مو اللي اعرفكم بالحيوان هم وقوي بالحيوانات وعدنا حشرات هم مثلا فلاي تطلع اللي هي البعوضة واكوا بعد همينا اهواي طبعا بالتفاصيل حكتبها بالوصف وانتو شوفوها واكوا عندنا همينا ادوات موسيقية مثلا خلي نقول اكورديون هذا هو الاكورديون وبعد عدنا اكوا بالملابس اكوا عندنا حلوة اللي هي ميليتاري ميليتاري هلمت اللي هي الخوذة العسكرية طبعا هنه هواي يعني بصراحة فالفيديو يصير كلش طويل اذا عددت اغطيهن كلهن رح اخليكم اسمائهن طبعا باللغة الانجليزية موجودة بالوصف وانتو المقطع تكتبهن وتبحث وتشوفهن كليتهن بالنسبة لللي يعني يريد يشوفهن وليدي يقول شنو الجديد اه بالميموجي الموجود فالاسمائه موجودة يبحث عنها لان من المستحيل انه تسوي مقطع تغطيهن كلهن بي لان هنه هوايه اتمنى يعجبكم المقطع ولتنسون اللايك والاشتراك تحياتي لكم